بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي طلب معهد النائل السكح دي ان شاء الله المعرضة معكم المهندس ودي عبدالباقي هنتكلم في المادة دوائل التايارة بتردد وموضوع المحضة اليوم عن تحليل الدوائل الكهربية المتصلة توالي وتوازي معه احنا خدنا في المحضرات السابقة لو انا عندي دايرة تحتوي على توالي فقط او مع وقات توازي فقط واخدنا التحليل في كلتا الحالتين النهاردة ان شاء الله هناخد الدوائل المتصلة فيها توالي وتوازي معه وهنوضح ذلك المثالي قاتل قدامنا لو انا عندي مثال في مقاومة التوالي وفي مقاومتين على التوازي مع بعض المثال طالب عدد مطالب فيه اول حاجة المعاوكة الكلية المكفهة الدايرة ثانيا الطياري كل اللي مار في الدايرة ثالثا الطيار اللي في الملف فبعض الطيار اللي الجهد فرق الجهد على طرفين المقاومة وفرق الجهد على طرفين مكاسب طبعا طرفين مكاسب هو نفس فرق الجهد اللي على طرف الملف عشان احل المسألة دي لازم احولها للمقاومة لأجيب زيت التوتل عن طريق دايرة مكافأة كالأتيا نفس السورس او نفس المصدر عندي باخد المقاومة اللي على التوالي دي بيسميها زيت واحد اللي هي المعاوكة اللي على التوالي والمعاوكتين اللي على التوازي اللي هما للمكاسب والكوير بيسميهم مع بعض زيت اثنين دلوقتي تحاول نشوف القيم بتاع المعاوكات زيت واحد بتساوي اللي هي اللي هي اللي على المقاومة بالساوي R بالساوي اتنين اوم زي اتنين زي ما احنا شايفين زي اتنين بيكافيها المكسف والكوين اللي هو متوصلين على التوازي عن طريق قانون التوازي بيبطر قيمة المكسف القيمة السعوية المكسف في القيمة للملف مضربهم بحاصل ضربهم على مجموحهم كالآجي G GXL للملف مضروبا في قيمة البمنع للمكسف GXC على مجموحهم اللي هو GXL زائد ناقص GXC لأن الممنع السعوية بالسالب بتساوي ستة أنجل تسعين درجة زوجة تسعين درجة في أربعة زاوية تسعين درجة عشان مكسف على مجموحهم لاتنين G6 ناقص G أربعة القيمة الكاملة لزيد اتنين بتساوي ناقص ج اتناشر قوم بساوي اتناشر الزوجة ناقص ستسعين درجة يبقى لكينا حصلت على زيد واحد وأدي زيد اتنين طب زيد المكافأة زيد توتل حصل مجموع زيد واحد زيد زيد اتنين يبقى زيد توتل بتساوي زيد زيد اتنين بتساوي تلاتة بتساوي اتنين ناقص ج اتناشر بتساوي اتناشر سبعتاشر من مية بساوي اتناشر وسبعتاشر من مية والأنجل بتاعته ناقص كبانين ونص درجة بالقوم يبقى انا دلوقت اجبت البطلوب الاولان اللي هو زيد توتل اللي هو زيد توتل لقيمة المقاومة زائد المكسف والكوي نيجي المطلوب التاني نيجي المطلوب التاني نيجي المطلوب التاني جبنا زيد توتل كلية للدايرة دا المطلوب التاني ده المطلوب كبانين هنجي المطلوب التاني اللي هو الطيار اللي مره في الدايرة الطيار الكل Till اللي مره في الدايرة الطيار الم via عشان نجيب الطاير الم kalo الى الامر في chapters ماره في الدايرة 12.17% الزولة بتاعتها ناقص 80.5 درجة يطلع هاي التوتل 8.22% الزولة 80.5 درجة دا كنته بالانبير ايه اللي هو الانبير لاني ده شدة الطيارة بعد كده عايزين يجيب شدة الطيارة اللي مارد في الكوين اللي مارد في الكوين في ملف اللي هو اي اد اي اد بتساوي اي توتل اي توتل في زي ما احنا نقوم بالكوانين الطيار عايزين في اي توتل في في من المقاومة المؤمنة على المقاومة كلية بالساوي اي توتل في ناقص ج اكس سي على ناقص ج اكس سي زائد ج اكس ان بالساوي اربعة زاولة تسعين درجة بالساوي للساوي يبقى حاق حاصل الطيارة اللي مارد في الكوين ناتجتك الاتي ستاشة واربعة واربعين ومية في زاوية تسعة وتسعين ونص تسعة وتسعين ونص القيمة طبعا ده بالامبير امبير يبقى دلوقت هكذا جبنا جل كلية للدائرة وجبنا اي توتل وجبنا اي شدة الطيارة اللي مارها في الملف هنجيب بعد كده فرق ضغط على طرفي المقاومة فرق ضغط على طرفي المقاومة فرق ضغط زي يعرفينه قانونهم بيساوي شدة الطيار في قيمة المقاومة كالاتي بي آر ليفن البوهد على طرفي المقاومة بيساوي آر فو آج توتل بيبت المقاومة في شدة الطيارة بيساوي اتنين في تمانية وعشرين من مية الأنجل تمانين ضغط نصر بيساوي بيساوي ستاشر واربعة واربعين من مية بيساوي تمانين ونصر طبعا القيمة هنا حد يقوله قيمة النادي بكمته بالإيه؟ طبعا ده فرق جهد يبقى بالفرد 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 بيساوي 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 زيادة اتنين بيساوي درجة في تمانية واثنين وعشرين من مية زاوية تمانين ونصر درجة بيساوي تبانية وتسعين بيساوي ويساوي بيساوي تسع ونصر درجة دي الطيبة فولت فولت يبقى كده جبنا المطاليب المخلوبة عندنا في المساوي نتكلم عادي ناخد مثال تاني مثال درجة اتنين في دايلة قدامنا الملسومة قدامنا فيها مكاسف وفيها مقاومة متصلة مع مقاومة ملف على التوازي وفي مقاومة على التوازي أرواح المطلوب في الدايلة دي نحسب الجهد بين الطرفين المكاسف باستعمال قانون توزيع الجهد ثانيا نجيب الطيار كل خيمة الطيارة كل العاية التوتر عشان نحل المسألة دي قلنا المسألة التي تحتوي على توازد متوازد في نفس الوقت بنجيب المقاومة المكافأة لها كالأجي كالأجي زد اتنين وزد واحد وآجي وآجي فرق الجهد اللي هو عندنا موجود مصر فرق الجهد وفي سي آجي زد ثلاثة وآجي زد اتنين وآجي زد واحد يبقى حاولنا آجي المقاومة الأولية سميناها زد واحد اللي اتنين دول مع بعض اللي على البرد توازد زد اتنين وقيمة بتاعت البكاسف زد ثلاثة يبقى احنا دلوقتي حاولناها لقيمة مكافأة نجيب زد واحد بتساوي ر واحد بتساوي تمانية المثال اللي قدامنا جبنا التايلر المكافأة بالمعوقات زد واحد وزد اتنين وزد ثلاثة طبعا زد واحد اللي هي قيمة مقاومة ر واحد اللي هي تبني او زد اتنين اللي هي عبارة عن ر اتنين و اكس ايد و ار تلاتة اتنين عالدوازن بجبهم القانون ار اتنين في ا اكس ايد و ار تلاتة على مكوحم على مكوحم ار اتنين مضروبة في ار تلاتة زد ج اكس ايد على مكوحم اللي هو ار اتنين زد ار تلاتة زد ج اكس ايد بنعوض بقيامهم كمانية